لكن انا عايز اتكلم على نقطة رحيل ميسي وربطه بمصر وربطة الاندية المحترفة هي اللي بتتحكم في وجود نجوم وعدم وجودها وسيد ردوان وهو اللعب المالي النظيف وده حصل تقريبا في دورات اخرى زي الدورة الانجليزية والدورة الايطالية والدورة يعني الدورات كلها اعتقد تقريبا بيتحدد لهم معالم معينة في الدواخر والخوارج او الانكم والاوتكم يعني الهول بالنسبة لهم مختلفة تماما رأي حراضات في النقطة دي هل ممكن يطبق في مصر في يوم الاهم؟ هو لازم يطبق ومش احنا ما يتسبش للظروف يعني مفروض الجهات المسؤولة عن بقى التحاد الكرة او الجهات الرقابية هي اللي تعمل يعني اولا انت لازم عشان تعمل كالبا حتى كنت نائب سابق فالحاجات دي اكيد عدت قداما اه طبعا اه طبعا اه واتكلمنا في حاجات كتير بقى برضو ساعتها انا اتكلمت في موضوع التشفير والاحتكار والكلام ده كله اتكلمنا فيه في المجلس في لجنة الشباب والرياض لكن انا بقول لك ان انت رقم واحد ان انت لازم تطبق الاحتراف بقى بمعاييره كلها بمعاييره والاصول يعني اولا لازم اللي بيعمل الكلام ده كله في اسبانيا وفي ايطاليا وفي انجلترا وفي المانيا وفي كل الدول المتقدمة في كرة القدم اه اللي بينظم بطلات الدول انت عارف اللي هي الروابط الانديه المحترفة طبعا تمام صحيح ما فيش اتحاد كرة هو اللي بينظم مسابقات اتحاد كرة مسؤول عن المنتخبات الوطنية وعن الممارسة يعني اللي هي الدولة الهواء والكلام ده كله لكن دولة محترفين له ربطة الانديه المحترفين طبعا ربط الانديه المحترفين دي هي اللي بتطبق بقى معايير الشفافية ومعايير اللعب النظيف اللي احنا منتكلم عنه يعني انت النادي مستحيل ان هو تكون مصرفاته اكتر من اراداته يبقى انا خلاص خرج عن طاق يعني انا مثلا انا مزنيتي خمسمائة مليون جنيه خمسمائة مليون جنيه مثلا سأقول لك بالعمر المصري تمام انا الخمسمائة مليون جنيه دول اتكون اجيب مثلا لعيب ادي له الخمسمائة مليون جنيه ده انا بقى اصرف عالمين بقى في الانديه طب بعدين طب الباقي بقى ايزا هنا في ايه مفيش لعبة نظيف يعني احد الانديه في مصر طبعا مش هنقول اسمه او هو معروف اسمه اصلا الانديه في مصر هي حتى الان مفيش شركة كورة او كلها بتبقى في لعبات اخرى كمان لا ان انت بتاخد بقى من الالعاب اخرى والميزانيات اخرى وانت نادي اجتماعي طبعا احنا لسه موضوع تطبيق الاحتراف والشركات والكلام ده كله شركة كورة القدم اللي لسه الاهل بيعملها والزاملك بيفكر يعملها الاهل عملها والزاملك لسه بيخش في اجراءات بتاعها بماشي في اجراءاتها دي هي اللي هتبان بقى اللي هتبان فيها لكن انت دلوقتي ميزانية كورة القدم مختلطة مع ميزانية النشاط الاجتماعي ومع النشاط الثقافي والرياضي والكلام ده يعني المعملية ايه خلطة بيطة ميزانية واحدة قولك ميزانية مش عارف ايه ويحددلك كورة القدم كذا مصرفاتها كذا واراداتها كذا والكلام ده كله فانت ما عندكش اصلا اسس الاحترافية عشان تطبق اللعب النظيف لان الدنيا مختلطة محتاجة وقتها دي يا سوزر لا دا محتاجة سنين كتير عندنا في مصر الا لو في ارادة بقى ان انت تطبق بقى موضوع الاحتراف الحقيقي ويكون كل الاندية هل الاندية كلها هتقدر تعمل في الاهل الزمالك يعني مش هصعب تطبق الاندية الشعبية فهي الموضوع عاوز شغل كبير وحاوز ارادة يعني سواء بقى من اتحاد هل اتحاد الكورة هيتنازل عن ان هو ما يحطش انفه في الدورة ويسيب بقى تطلع يطلع علينا بقى ربطة الاندية المحترفة ولا كلام ده كله ده عاوز ارادة طيب انت مع راحل ميسي ولا انت كريستيانو انا طبعا انا بحب كريستيانو رونالد شفت بقى ليه بقى ميسي طبعا احرف وموهبته الكروية كل واحد بيشوفها من منظور لا انا بقولك انا بقولك بالموضوعية ميسي احرف احرف من كريستيانو هم طبعا كل واحد ليه طعم بصراحة يعني كل واحد ليه طعم فيه كرة ليه اسلوب مختلف عن الاخر لكن ميسي انا باعتبره ان هو خارق وانا بحبش الانسان الخارق مش ما بحبوش لان ده خارق عن الطبيعة ده ميسي ده كان بيعمل حاجات انه بتتعملش غريبة لكن رونالدو تحس ان هو من اه ما عنده موهبة طبيعي يعني العيب بلنما موهبته وامكانته جسمانية بضبط موهبته وموهبه طبيعي لكن التاني خارق للعاد صحيح يعني انت عادي ما فيش مشكلة ان هو يمشي لا يمشي لا انا هو لا هو طبعا هو هيأثر على هلبانك هما الاثنين يرحلوا كده من الدور الاسباني هو الدور الاسباني خلاص خلص يعني هو كان هو الدور الاسباني فيه من البرشونان هو ريال مدريد لما تطلع بقى رونالدو من ريال مدريد وميسي من برشلونة يبقى خلاص بس مرضو احنا الاثنين ما اخدوش الدوري مثلا سنة فاتت لا مش شرط انت احنا كمصريين او كعرب او كاي حد لما انا بحول على الدور الاسباني هشوف مين صحيح يعني البعد كده انا مش هشوف الدور الاسباني عمري ما هحول على الدور الاسباني بصراح